إلى أسواق المال حيث أنهت الورصة المصرية تعاملت اليوم على تباين المؤشرات بدغوط من مبيعات المستثمرين المصريين وسجل رأس المال السوقي مستوى 756.59 مليار جنيه وعلى صعيد المؤشرات صعد مؤشر اي جي اكس 30 بنسبة 14 من 100% لغلق عند مستوى 11731 نقطة بينما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة اي جي اكس 70 بنسبة 19 من 100% لغلق عند مستوى 2208 نقطة كما انخفض مؤشر اي جي اكس 100 بنسبة 24 من 100% لغلق عند مستوى 3231 نقطة